السلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا ربه تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنقدم موضوع كده اه كزا حد سألني عليه والناس ده دي طبعا اهم حاجة في انك تبدأ تعمل فيديوهات سواء انت بقى بتعمل اي ان كان النوع الفيديوهات اللي انت بتعملها سواء انت بقى بتمنشق محتوى او بتعمل فيديوهات عادية او بتعمل فيديوهات لاي حاجة اه شغل مسلا او انت مسلا بتعمل مثلا وانواع كتير برضو تانية من الفيديوهات يعني في اكتر من نوع مش نوع واحد فطبعا انت في حاجة كده هتقابلك ان هي ازاي يجيب بتاعتي وازاي يجيب الاسوات بتاعتي والمازيكة بتاعتي انا بجيبها منين او اي حد تاني بيجيبها منين اه مسلا لو في المونتاج هبقى اصوات النقالات والحاجات دي كلها اه والمازيكة مسلا بتتحطي على الفيديو ازاي انا جيب مازيكة ما ما يكونش عليها حقوق نشر. او لو حتى انت بتعمل مثلا حاجة في اغنية وعايز صوت الات او حاجات زي كده او افكتات معينة كل ده طبعا لازم يكون من غير حقوق نشر لان انت طبعا احنا عارفين عشان نحط فيديو على الميديا او على اليوتيوب او على الفيسبوك لازم الفيديو دوت ما يكونش عليه حقوق نشر. ولو الفيديو بتاعك عليه حقوق نشر فانت لو ما شغل الارباح عندك فالارباح بتاعتك هتتنقل للملك اللي عليه حقوق النشر. فاحنا لازم نجيب ميوزيك بتاعتنا او الصوتيات بتاعتنا ما يكونش عليها اي حقوق نشر. ده لازم لو انت بتعمل فيديو على اي منصة انشاء محتوى لازم يقل فيديو بتاعك خالي من حقوق النشر خالص. سواء صوتيات او مرقيات. اه فاحنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على الصوتيات. وطبعا لو ناس كتيرة مثلا منا دورت او حاجة فاحنا هنلاقي ان المواقع كلها الموجودة بتديك ميوزيك او بتديك موسيقى ان انت تحطها على الفيديو بتاعك وتكون من غير الحقوق نشر. فمعظم كل دول بيقى بفلوس انت بتدفع فلوس مقابل انك بتاخد الميوزيك دي. النهاردة ان شاء الله انا هقول لكم على اكتر من طريقة تقدر انت تجيب بها الصوتيات بتاعتك او نغمات او موسيقى انت عايز تحطها على الفيديو او اغاني حتى عايز تحطها على الفيديو بتاعتك هقول لك اكتر من طريقة انت تجيب ازاي بيها الميوزيك بتاعتك او الطريقتين دول اسهل حاجة اللي هو عن طريق الفيسبوك وعن طريق اليوتيوب اه في بقى طريقة تانية دي هنشوفها الفيديو دلوقتي اه دي مجانا ما من غير اي مقابل يعني انت تقدر تجيب الميوزيك بتاعتك او الموسيقى بتاعتك او اي حاجة هتجيبها من غير فلوس خالص فنشوف الفيديو دلوقتي مع بعض دلوقتي هنخش على فيسبوك فير كرييتور هتلاقي زي ما تحت كده هنخش عليها هتفتح لنا الصفحة دي هندوس كليك على ديت هتفتح لنا الصفحة بتاعت منشئ المحتوى بتاعت الفيسبوك لو انت مع متلهاش فانت هتعملها وبعد كده هتخش على الصفحة تاني هحط لكم برضو اللينكات تحت في الوصف هنخش على مجموعة الصوتيات او مجموعة المواصلات الصوتية بتاعت الفيسبوك بعد ما تحمل هنا هيظهر لنا اغاني كتير قوي وهيظهر لنا افكتات صوت طبعا دي كلها انت ممكن تستخدمها وممكن تحملها من هنا دي كلها معلاش اي حقوق نشرة خالص زي ما انتو شايفين كده كل الاغاني مكتوب جنبها يعني نوع الاغنية بتاعتها او نوع الموسيقى بتاعها هنا برضو ممكن انت عايز تفلتر بايه اللي انت عايزها بالزبط وبعد كده تختار وتحملها زي ما انت عايز هتلاقي على الجنب هنا علامة التحميل هنا كلها دي كلها كده عشان لو انت عايز تطلع بتاعتك بفلتر معين او لو عايز تسيرش تحت هنا فزي ما احنا شايفين كده كل دي لو انت عايز وتجيب اي اغنية معينة انت عايزها او اي نوع معين بتاع موسيقى انت عايزه فهجيبهم الفلتريشن دوت ودي عالمة التحميل لو دوسنا عليها كده هندوس تحت على زرورة دوت كده هو حمل لنا الاغنية اي اغنية انت عايز تحملها فهتحملها بالطريقة دي ده كده بالنسبة للفيسبوك اه شرح اللي فات دوت كان للفيسبوك دلوقتي اليوتيوب هنخش على اليوتيوب وبعد كده هتلاقي ايكون عندك فوق بعد ما الصفحة تحمل هنا هندوس عليها هنخش على قناتك بعد كده بعد ما تحمل هندوس هنا على ستوديو يوتيوب بعد ما تحمل معاك الصفحة هنلاقي على اليمين هنا في الخنات ديت آآ تحت خالص هتلاقي المكتبة دوس عليها مكتبة الملفات الصوتية هيطلع لك برضو ملفات صوتية كتير آآ يعني كل ديت ملفات صوتية اغاني وميوزيك وافيكتات صوت كل دوت انت عايز تنزل اي حاجة ونفس الفلتريشن برضو تلاقي فلتريشن موجود فوق بكل حاجة لو انت عايز حاجة معينة لو انت عايز بقى نوع مزيق معين او دقيق معينة اي حاجة هتلاقي هنا او لو عايز تسرش بحاجة معينة برضو هتلاقي علامة السرش على الشمال كده هنا متقسمة اتنين آآ اول واحد على يمين ديت الاغاني والتانية على الشمال دوت افكتات الصوت زي ما احنا شايفين وبيكتب لك جنبها عدد دقيق وكل حاجة وعلى حسب بقى نوع الميزيق اللي انت عايزه بتختار وبتحمل بتحمل الميزيق هنا من على الشمال لسهم المرسوم عليه ده ونده وقت هتدوس عليه وبعد كده هندوس على كلمة بس هو كده خلاص حمل لنا اغنية او حمل لنا افكت الصوت اللي انت عايزه ده كده كان بالنسبة ليوتيوب والفيسبوك ننتقل بقى للشرح التاني اللي انا بقول لكم عليه دي بقى طريقة تانية من على اليوتيوب نفسها هنكتب نو كوبرايت ميوزيك وهنختار هنا وهندوس سرش على اليوتيوب هيطلع لنا التلات كنوات دول تلات كنوات دول بينزل ميوزيك ما بيبقاش عليها اي مزيقة خالص فاللو جربنا جينا نخش على اي كنوات دلوقتي هيفتح لنا القناة هنخش فوق خالص كده على الفيديوهات هيفتح لنا كل الميوزيك الموجودة طبعا الميوزيك دي كلها معلاش اي حقوق نشرة خالص فانت ممكن تاخد اي مزيقة وتحطها عندك طبعا هنعمل حاجة كده عشان نتأكد هننزل تحت خالص ندوس عبد المزيد وننزل تحت خالص تحت هنا مفيش اي حاجة ومكتوب موسيقى لو مكتوب عندك اسم الفنان كده يبقى عليها قول نشر لكن لو مش مكتوب عليها حاجة خلاص انت كده في الامان اه هنا بقى هنحمل ميوزيك ازاي لعجبتك هناخد هنا اللينك دوت هناخده كوبي كده وبعد كده كوبي وهنفتح المتصفح وهنفتح الموقع دوت هحطولكم تحت في الديسكريبشن هنختار تحت على ديت وبعد كده هندوس وندوس وبعد كده هندوس هيظهر لنا كلمة هندوس عليها هتفتح معنا الصفحة دي هندوس بس كده الاغنية اللي انت عايزها نزلت معاك على الكمبيوتر بتاعك وتقدر تستخدمها عادي اي برضو انت عايز تحملها بيبقى بنفسك طريقة دي كده الخطوات ديت كانت دلوقتي لو انت عايز موسيقى معينة لو ان لياكم مسلا موسيقى حظينة هنكتب ساد وهندوس هيتلع علينا اهي او فلترة هندوس عليها هنختار ترخيص كرييتب كومنيكيشن هندوس عليها دوت هيتلع علينا كل المزيق على اليوتيوب اللي ما عايزش اي كوب راي تختار بقى اي حاجة انت عايزها خش عليها لينك اللي فوق دوت هنخط كوبي تحت كده هتلاقي متوب ترخيص كوريتب كومنيكيشن ان هو دوت معلوش اي حقوق ناشر تقدر انت تستخدمه تاني كليك هندوس كوبي نص على علامة الزائد دي هنخش على نفس الموقع تاني هنختار نفس الخطوات اللي فاتت هنختار بس وبعد كده فهيحمل للمزيق اللي انت عايزها دلوقتي بقى هننتقل لاخر خطوة ويعتبر دي احسن خطوة هنا في موقع اسمه فري ساوند ستوديو الموقع دوت بيقدم لنا موسيقى كتير قوي مجانية وتقدر تستخدمها في اليوب بتاعتك انا يعتبر باعتمد عليه اي افك صوت بعوز اجيبه وبجيبه على الموقع دوت هسيب لكم برضو كل اللينكات ديت ده الموقع فري ساوند ده العنوان بتاع فوق هسيب لكم برضو في ده الموقع دلوقتي في هنكتب اي حاجة احنا عايزينها قالي لكم مسلا هنكتب دوت ندوس انتر كتبنا ساتسوند جاب لنا كل المقاطع الحزينة اي بقى مقطع انت عايزه هتحمله طبعا انت لازم تعمل تسجيل دخول في الموقع دوت عشان تعرف تحمل اي حاجة انت بتحمل اي حاجة فري يعني ما فيش اي حاجة بتدفع لها فلوس كل التحميل ببلاش مجانا كل جرب تكتب اي حاجة في هيتطلع لك اي حاجة انت عايزها سواء او سواء انت عايزها تستخدمها في المونتاج يعني هو الموقع دوت مفيد جدا فانا حبي تشغيل كل موقع دوت هنكتب مسلا كده هنكتبوش ديت انا بس تعملها في اتزران الشام بتاعتي هنخش عليها كده هنلاقي كلمة هندوس عليها هيزهر لنا ندوس بس كده انت حملتها بعد ما ندوس طبعا مش هحملها عشان نحملها قبل كده بس يا ربي الفيديو يكون عجبكم وشكرا ليكم طبعا انت لو عايز تعمل بلاي لاي حاجة من هنا تقومل على السهم ده وشكرا ليكم واسبكوا بقى مع الانترو الاخيرة طبعا في اخر الفيديو متشكر جدا ليكم على الدعمة بتاعكم وياريت اي حد عند اي سؤال يكتبه في الكومنت تحت او اي حتى كومنت تشجيعي اا ما متنساش لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد السلام عليكم